قرأتك الخبر اللي بيقول بدعم من مدينة فينة منظمة دياكوني تستأجر 110 شقق ديولوكس لإسكان اللاجئين نعم يعني المنظمات يمكن المجتمع المدني بتعمل في الموضوع ده بكل بساطة أستاذ ممدوح بدون أي إطالة كما يقال هذا الخبر يقول لك شو بيقول لك هذا الخبر هو الرد الحقيقي على كل المحتالين الذين يحتالون على طالبي قالوا شو هذا هو الشغل الحق هذه هي المنظمات اللي تحترم نفسها منظمة دياكوني فعلا منظمة تحترم نفسها راح تستأجرت المبنى كاملا المبنى استأجرته كاملا وهي قالت أنا بأجره لطالبي اللجوء أنا بعطيهن يا وأنا بعطيهن يا بعقود لمدة تقريبا يعني أنا حسب ما فهمنا لسنة وثمان أشهر يعني سنة ونصف تقريبا هي بتأجرهن يا هيك يفترض يكون هذا طالبي هذا عفل اللاجئ فعليا عنده سوسيال عنده مدخول عنده كذا عما تعطيه هذا البيت طبعا هون ما بكون فيه تأمين ما بكون فيه مبالغ احتيالية ومحروق وما بعرف شو وأبو علي وأبو حسن والصومالي والعراقي والسوري وما بعرف مين يفوتوا على خط الاحتيالات اللي تعودنا عليها هيك لما بتكون البلد تحترم نفسها بكون فيه هيك خبر بصراحة هذا الخبر دليل على أنه فعليا المنظمات المجتمع المدني بدأت تأخذ دورة الحقيقي وده يمكن مساعدة أنه في خلال السنة ونص اللي هيبقى 100% تعلم اللغة تعلم اللغة الاندماج تعلم حرفة تعليل الشهادة العمل كل شيء 100% هذا خبر هادي منظمة ترفع لها القبة بصراحة فيه سياق آخر فيه أنها تطلق مشروع كلية 25 بلوس الواعد لدعم دمج اللاجئين في سوق العمل تفتكر مشروع زي ده هل يكون له تأثير إيجابي ده سوق العمل يعني شوف هنا دياكوني بتساعد في موضوع الإسكان وهنا المشروع ده وبيساعد على دمج اللاجئين في سوق العمل من ناحية التأهيل وأكيد يعني تعليم المهن المحتجاها النمسا للاندماج في سوق العمل خبر من أروع ما يكون فرصة لا تتعوض لا يمكن تعويضها بصراحة اللي هم لسن الشباب أعتقدوا اللي هم فعليا يعني حتى ما بارف قديش تقريبا عمر بالـ 25 هم فعليا باعتبار أطلقوا عليه بلوس كلية 25 هذا هو الإجابة الحقيقية للاندماج الحقيقي الاندماج الحقيقي كيف تبرمجوا كيف تترجموا إلى تصرفات يترجم بهذه الطريقة أطلقت فيينا مشروعا تعليمي يستاذف البالغين لأجيل مطرف بهم أو الأشخاص الحاصين للحماية الفرعية حتى لمعه سنة وهدف المشروع الذي يحمل كلية 25 تقديم فرص تعليمية استشارية لدعم دمجهم في سوق العمل يوفر ألف مكان للمشاركين على مدار سنتين منظمة فولكس هلفة منظمة كاريتاس حزب الاس بي او اللي بدير فيينا الفولكس هلفة الفولكس هلفة طبعا هدول الفوند السوسيال فولكس وخشولة بالضبط يعني فبالتالي إضافة من تمويل أوروبي هيك لما المدينة والمخافظة بتحترم نفسها بتقدم هيك مشروع واللي هو فعليا هذا هو الاندماج الحقيقي وهذا الطريق الأمثل للاندماج الحقيقي عرفت ليش قلتلك أنا أتمنى أنه ييجي الاس بي او لأنه فعليا أعتقد أتعلم كتير من أخطاءه السابقة ورح يكون عنده كتير مبادرات جيدة إن كان على رأس الحكومة أو إن كان جزء من الحكومة بل